كما ذكرت صلتنا بالله عز وجل الكثير من الأزواج يخفلون هذه الصلة بين الله عز وجل يعني يشوفوا مشاكل كثيرة ممكن الحسد ممكن يعني العين التي تصيب الزوجين وحتى نظر الشيطان عنها علش معدناش ممكن هذه الثقافة أنه لازم كلما كانت صلتنا بالله أقوى كلما كانت علاقاتنا أحسن ويعني تكون مشي خالية تماما من المشاكل لأنه أي علاقة فيها مشاكل وفيها بعض المنغسات ولكن على الأقل يعني نحفظ قدوسية هذه العلاقة طيب بالنسبة لعلاقة تعصيلها بالله سبحانه وتعالى نحن لابد أننا نشير للأمهاتهم بهم أنه علاقتنا بالله سبحانه وتعالى بقد ما تكون علاقة وطيدة بقد ما رأنا نجيب الحماية لنا والحسن لأنه في ذكر الله هي تحصين في قراءة القرآن تحصين وفي الأدعيار هي تحصين لما مثلا نفرضه أنه يكون عندي أنا أطفال ويكون عندي بيت تعي ونما تكونش علاقتي بالله قوية مثلا ما نجيبش الأذكار لأنه نحن نعرف بلي في المأثور الأذكار لما تجي بها صباحا راح تبعد عليك الشيطان والإنس والجن إلى غاية المساء ولما تجي بالأذكار تع المساء راح تبعد عليك الشيطين والأذى التحم والإنس إلى غاية الصباح طيب لما تكون عائلة موظبة على الأذكار تحا مع أنتها راح تكون في حسن حاسين طول اليوم هنا نذكروا على علاقتنا بالله سبحانه وتعالى لما نقول لهم الأذكار ليس مع أنتها أنا ملي نوضل صباح العشية ونراني غير في الذكر في الذكر لا نحن لا نريد أن نكونوا صباح العشية في الذكر لكن وحدا تقول لك عندي شغلة وحدا تقول لك عندي عمل تاعي لازم نخرج له بتالي هنا الأذكار يا ربي تشد من خمس دقائق إلى ست دقائق صباحا لما نذير الذكر تاعي أو لما نكون في الشغول تاعي نقدر نذير صورة البقارات يمشي في البيت تاعي ونعود البيت تاعي يمشي فيه القرآن شوفوا لما القرآن يمشي في البيت الطاقة السلبية تخرج منه هذه بدراسات علمية إعجاز القرآن الكريم أنه لما يمشي القرآن في البيت الطاقة السلبية تخرج منه واش تولي ولي فيه البيت هذا نوع من الهدوء ترحي بعض الناس تقول لك أنا البيت التاعي لا نقدر لن نحمل أعرف بأنني عندها خلال وعندها مشكل معين لكن القرآن الكريم سيحدأ علاقتي بالله لما تكون وطيضة ولما نجيب الأذكار ونجيب الأدعية نعرف بلي هذه الأدعية راح تحميني من عين حاسد فحنا نغفلوا على هذه الأذكار أنا لما كل ما تكون علاقتي بالله قوية قد ما نعرف الأدعية قد ما نعرف تحصين راح نديره معناه راح نبعد عليها كل أذى لما يكون عندي طفلي ونروح للناس أنا أقول لهم وليدي يشوفوا ويقرم لي حجب علامة فلانية وراني شريت لغير الحاجة الماركة وكذا وش راني نجيب فلما كنت أنا محصنة بالأذكار نعرف بلي كل ذي نعمة محسود ونعرف بلي لازم الأمور هاته من بينهاش للناس كامل إلا الذي ظهر منها باش من خليهم شي فيزيولي عليه بالتالي راح يولي يسقط لي ويمرض لي هادا ولا تطويه صعب بالعين هذه العلاقة بله وش دير بقد ما نكون دير في الذكر والدعاء ونعرف علاقتي بله من خرج أصراري للناس الناس ما تعرفش حياتك هاتي من يتحزدك من يتدخلك إذا كان على المشي التاعنا ويشوفونا في نمشي ويحزدونا على المشياء لما تجي بالذكر التاعك ماش حتخافي يعني علاقتي بالله خلاصت القول أنه علاقتي بالله راح تخليني فيه تحصين طول اليوم وهذا التحصين هو لي بعد علي الأذى هذا هو العلاقة بالله وش راح تدلي باش تبعد لي الأذى وتبعد لي العين تاع الناس